السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب كلكم تكونوا بخير فيديو النهاردة بالنسبة لي مميز جدا علشان الفكرة دي كان نفسي عملها من زمان وهي ركن اللي صالة في بيتي لكن كنت عايزها كده مميزة وبسيطة والحمد لله اخيرا انا عملت الركن هوا وحبيتها شارككم معي في الركن ده علشان اللي ما عنداش ركن اللي صالة في بيتها وتحب تعملي فكرة دي تعملها او اللي عندها حتى وتحب تغير فيه او تجدد او تاخد فكرة يارب الفيديو عجبكم وذوقي عجبكم اول حاجة في الركن ده انا حبيتها اني عمله بسيط ومفوش الوان كتير بحيس ما يبقاش مشتت لللي بيصلي وكمان يبقى الركن كتا المريح بتاعك في البيت هي مريح للأعصاب ومريح للعين فحبيت اختار الالوان بسيطة يعني محصورة بين 3 او 4 الوان بالكتير وهي مثلا الدهبي والابيض والاسود يعني محبيتش ادخل الالوان كتير زي ما انت شايفة اول حاجة بقى انا هقول لكم بالتفصيل عملت ايه اول حاجة جبت البورد ده اول الكارتون المقوى لونها اسود ورسمت عليها الديزاين ده اه الديزاين ده انا وخداي من نسجات الصالة عادية يعني بسيط في العمل مش صعب انا عملت كده رفيع وبسيط انت لو تحب تنفذ الفكرة دي وتعمل الخط ده ساميك شوية او تعملت مثلا تصميمين جوه بعض يعني الزوق اللي يعجبك وازاي انتو كده بهلال من الفوم ده طبعا عادي موجود في كل المكتبات وحطيت كده لايت بسيط فوق وبعدين تاني حاجة عملتها هي علقت اذكار بعد الصالة انا جايبة الاذكار دي من المكتب عادي في من مصر هي الخيمة بتاعتها كده زي قماش شوية او جلد شوية انا حبيت اركب لها الخشب الرفيع على البيضة دي مش عارفة بينا ولا لا بسيطة هنا عملتها بالدباسة بتاعت الخشب من وراء وركبت لها شريط الدهبي ده برضو علقة بيها شكلها حلو في الركن وتذكرك بالاسجار او اللي مش حافظ الاسجار يقولها وبعدين حطيت هنا البروازين اللي عليهم الصور القرآنية دي وحطيت هنا برضو برواز عليه صورة الفاتحة برضو زي ما انتو شايفين حريصة برضو في الوان البراويز تكون ماتش مع نفس الوان الركن وبعدين حطيت هنا واحدة التخزين دي هي اصلا للمكاتب كانت عندي وما بستخدمهاش حاسيت لونها برضو لايق نفس اللون الاسود وشكلها حلو ممكن قدام شوية بقى جيبي الشلفز دي اللي بنحط فيها باكسات برضو ممكن تبقى مناسبة هنا انا زي انتها برضو بالفوم والايد برضو غطيتها بالفوم هنا انا حطت في الدرج اللي تحت كتب دينية وفوق المصاحف وحطيت عليها المفرش الدهبي ده وفوقها المصحف الشريف وبعدين هنا حطيت السندوق الاسود ده هزينده برضو بهلال من الفوم وحط فيه اصدالات الصلاة كده الركن الشمال هنا حطيت كذا خدادية في الارض بحس شكلها حلو زيان المنظر وفي ناس الوقت يعني متبقى قاعدة مريحة للي حب يقعد مسلا يقول اسكار بعد الصلاة وبعدين هنا حطيت الابجورة دي او اللايت برضو للي حب يقعد يقرى هنا تبقى ده خفيفة كده او مريحة وحطيت هنا الابجورة عندي فيها كذا رف هنا حطيت اول رف حطيت فيه لفظ الجلالة واسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتاني رف حطيت فيه صندوق الخشف ده فيه الازكار الصباح والمساء اللي يحب وقلها بعد الصلاة الفجر وصلاة العصر وحطيت برضو صباح وهو شكله مقفول برضو شكله حال ومناسب وبعدين حطيت تحت هنا المبخرة على المبخرة كهرباء دي برضو اللي يبقى نبخر بها المكان هنا وبعدين ألوانها لايئة بعدين حطيت هنا الكورسي ده الكورسي ده كان عندي هو كان لونه أخضر حسيت انه هو اللون طبعا مش هيلئ هنا فاني الاسويت ده هو تعتبر ملاية سرير طفل يعني ملاية صغيرة لما جيت ألابسها للكرسي تقريبا كانها مضبوط عليه بالظبط فغيرت شكله وخلته ماتش مع بقية الرجل وحطيت برضو عليه الخدادية دي دي المكان ده ممكن يبقى حلو بقى خاصتي لإراءة القرآن او إراءة كتاب ديني او حتى إراية وريلاكسي يعني في العموم يبقى الركن بتاعك ده الخاص بيك المريح في البيت وده الشكل النهائي من بعيد وحطيت هنا السجادة دي سجادة عادية عندي برضو ألوانها ماشية مع الركن أنا السجادة الصلاة عندي عشان فيه منه أحمر واخضر فحسيت انه مش هابقى فحطيت السجادة دي وقلت قدام شوية ممكن أجيب السجادة صلاة اللون بيج أو كده أسادة بحس يليق في المكان بطبع ان السجادة دي هخصصها للصلاة بحيث نضافها وعطرها المخصوص للصلاة يا رب النهاردة الركن يكون عجبكم وتنفذي أو تنفذي حسب أذوقك أفكار مختلفة وهبقى سعيدة جداً لو بعدتولي صور الركن اللي صالة عندكم في البيت على إيميل القناة موجود طبعاً في صندوق الوصف وإن شاء الله بقى شافكم فيديو تاني ويريت ما تنسونيش من لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته